اشتركوا في القناة وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم ومن آياته هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها الشاب وتحتاج إليها ماذا الفتاة في حياتهم اليومية ويحتاج إليه كذلك المجتمع وحديثنا اليوم معكم حول قضية انحراف الأبناء أسبابه عوامله وكيفية علاجه أولا قضية انحراف الأبناء ليست قضية تؤرق الشاب وتؤرق الفتاة فقط بل إنها تؤرق المجتمع بأكثره بل تؤرق الدول بأكثرها لأن الانحراف من هؤلاء الأبناء يعود على الأسرة ثم يعود على المجتمع ثم يعود على الدولة وعلى المحيط الذي يعيش فيه هذا الولد ماذا جميعا أسباب انحراف الأبناء هناك أسباب داخلية تتعلق بالأسرة بدءا من الوالدين وبدءا بالمحيط الولد الذي يعيشه في أسرته ثم هناك عوامل خارجية من المدرسة والمجتمع والبيئة ووسائل الإعلام والخلطة الفاسدة وغيرها من الأسباب التي تكون سببا في انحراف هذا الولد طبعا نحن سنقف عند الأسباب بشيء من التفصيل ثم سنبين طرق ماذا علاجها السبب الأول من الأسباب التي تؤدي الانحراف الأبناء الفقر وقلة المادة الفقر هو أحد ثالوث الانحراف لأن الفقر في الغالب يورث الجهل ويورث قلة العلم وكذلك بحث الولد عن المال وبحثه عن ما يقوم به عيشه هذا سبب كبير من أسباب ماذا؟ انحرافه فتجد أنه يترك التعليم يبحث عن العمل من أجل أنه يبحث عن قوتي يومه فنحن علينا أولا أن نعي أن هؤلاء الأبناء لا نجعلهم لقمة سائقة للفقر الذي قد ينهش في آبائهم أو ينهش في أسرهم فيكون سببا لذا لانحرافهم نحن نرى ونشاهد ونسمع كم من الأبناء اتجوا إلى المخدرات وإلى المسكرات واتجوا إلى الإحراف الجنسي بسبب ماذا؟ الفقر وكم من شاب وكم من فتاة باعت جسدها بحثا عن المال وبحثا عن لقمة العيش فلا بد علينا جميعا كمجتمع كأفراد ومسؤولين ومؤسسات ودول أن نعالج قضية الفقر في العالم الإسلامي جميعا وفي دولنا خاصة حتى لا نجعل الفقر سببا وعاملا من عوامل الانحراف من أهم أسباب انحراف الأبناء كذلك الطلاق والشقاق الذي يقع بين الزوجين وآثار هذا الطلاق تربويا وإيمانيا وخلقيا وسلوكيا ونفسيا كذلك بل أني أقول أن الطلاق من أهم أسباب انحراف الأبناء لأن الإبن لا يجد الرعاية الكافية ولا يجد الاهتمام الكافي ولا يجد تغذية قلبه بالعطف والحنان والحب من ماذا؟ من الأب ومن الأم فيكون ذلك سبب ماذا؟ لانحرافه أو أن يبحث الولد أو أن تبحث الفتاة أن من يغذي هذا العطف والحنان من الخارج ولا شك على أن الذي سيغذيه في الخارج لن يغذيه إلا باستغلال تام لحاجة الشاب أو لحاجة ماذا؟ الفتاة نحن نرى توجه بعض الشباب إلى المخدرات بحثا أو هربا من التفكك الأسري الذي يعيشه أو يعانيه هذا الولد والذي كان من جرائه الطلاق الذي نرى من أهم أسباب انحراف الأبناء كذلك الفراغ يعتبر الفراغ من الأسباب الرئيسية للانحراف إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أيما مفسدة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الشاب عندما يكون لديه فراغ في حياته وهذا الفراغ غير مستغل البنت لما يكون عندها فراغ في حياتها وهذا الفراغ غير مستغل يبدأ الشيطان ويبدأ أقلنا السوء ويبدأ يعني تبدأ يعني عوامل الفساد تدخل على الأبناء الشاب متى يفكر بالمخدرات عندما لا يكون عاطل عمل لا عنده شيء يعمله البنت متى تفكر بالانحراف عندما لا يكون هناك شيء ماذا يشغلها ولذلك نحن كآباء ينبغي علينا أن نسد أوقات فراغ أبنائنا بما ينفع وأن لا نجعل للفراغ طريق إلى أبنائنا لأنه إن وجدت فراغ ما لا تتوجدت معاول الهدم وعوامل الفساد إن استطعنا أن نحسن استغلال واستثمار طاقات شبابنا وسد أوقات فراغهم بالرياضة بالعلم بالدورات الشرعية بالدورات العلمية بصقل المهارات وصقل المواهب واستثمار كثير من الرغبات التي موجودة لدى الشباب والفتيات بما يعود عليهم باللفع لا شك على أننا سنجد جيلا قويا ناهضا بالمقابل إن وجد هذا الفراغ ولم يستطع أن يسد سيكون معولا من معاول الهدم من أعظم أسبابي كذلك انحراف الأبناء الخلطة الفاسدة وأصدقاء وأقرينا للسوء وقد بينا لكم في حلقة مضت ما للصحبة من أثر إما في تقويم وعلاج ورقي الولد وإما أن تكون سببا في انحرافه وللأسف وضلاله وسلوكه الطريق غير السوء من أسبابي كذلك انحراف الأبناء سوء المعاملة من الوالدين وعدم الاهتمام بالأبناء بالضرب بالشتم بالإهانة بعدم الأدل فيما بينهم يورث لدى الفتاة انحراف ويورث لدى الشاب كذلك الانحراف ولذلك لا بد علينا أن نهتم كذلك بإحسان معاملتي هؤلاء الأبناء من أسبابي كذلك انحراف الأبناء وسائل الإعلام وما تغذيه وسائل الإعلام للأسف الشديد من غزو فكري في العقائد في السلوك في الأخلاق ترويج المخدرات ترويج الفساد ترويج الانحلال الأخلاق والجنس وغيرها كل هذه مما تبثه بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد هي سبب كبير من أسبابي ماذا انحراف؟ الآن التواصل الاجتماعي يعج بمعاول الهدم الكثيرة التي تكون سببا في انحراف الشاب وانحراف الفتاة في النهاية ما هو العلاج؟ العلاج أولا بالتربية الإيمانية العلاج يكون بالدعاء العلاج يكون بمتابعة هؤلاء الأبناء العلاج يكون بسد أوقات فراغهم العلاج يكون ببث الحب والعطف والحنان فيما بينهم العلاج يكون باستقرار الأسرة وإبعاد شبح الطلاق العلاج يكون بانتقاء وسائل الإعلام الطيبة وإرشاد الأبناء إليهم العلاج يكون بانتقاء الأصدقاء والأقرناء أهل العلم والفضل والخلق والدين انتقاء هؤلاء لأبنائنا ومتابعة أصدقائهم وأقرنائهم تكون كذلك العلاج بالنهوض بهؤلاء الأبناء واهتمام بفكرهم وسلوكهم وتوجيههم ورعايتهم وإعطائهم جميع الحب والعطف والحنان في النهاية هؤلاء الأبناء مسؤوليتنا جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيته والله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة مسألة التربية مسألة ومهمة مشتركة بين الأب والأم والمدرسة والمجتمع والبيئة ومؤسسات ووسائل الدولة إعلام الدولة المختلفة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبرك وأنا على عبد الله ورسولي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة